دقائق تفصلنا عن إعلان حركة حماس من العاصمة القطرية الدوحة وثيقتها السياسية الجديدة التي تسعى بخلالها إلى تحديد سياستها خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل استعداد خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي لمغادرة منصبه وستنصر وثيقة الجديدة لحماس على العديد من القضايا والمواقف والرؤى التي قررت الحركة تغيير مواقفها فيها ومنها القبول بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 دون الاعتراف بإسرائيل كذلك تبرؤ من جماعة الإخوان أستاذ فتحية من ضمن التعديلات دي ممكن تتوقعي أو تعتقدي أن حماس ستعمل تعديلات تخليها تصلح علاقتها بمصر خصوصا أن مصر مركز لصنع القرار ووجودها مهم بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة لحركة حماس بالخصوص يعني الوثيقة الجديدة اللي بتعديها حركة حماس واللي يمكن سيعلن عن بنودها قريبا واليوم أولند عن بعض تفاصيلها فيها بعض البنود التي تهدف منها حماس تصلح على قطع مش بس بمصر يمكن بمصر والدول المحيطة بيها يعني الحديث دولي تحسين موقفها دوليا حديثها عن قبولها بدولة فلسطين على حدود 67 ده تطور في موقف حماس لأنها ما كانتش بتقبل بهذا الطرح من قبل فهي تبحث عن يمكن شرعية دولية في ظل التقييد الدولي عليها ووصفها من أنها منظمة إرهابية أيضا تبحث تحسين على قطع مصر هي بدأت مؤخرا فيه كان فيه كده وفد من حماس جم مصر وكان فيه مباحثات داخل مصر لتحسين العلاقات فأعتقد أنها أيضا ترويد التحسين على قطع مصر بعدما شفت أنه ما فيش دعمها للإخوان المسلمين يعني جاب نتائج سلبية عليها وعلى وجودها فهي اليوم الوصيقة التبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين أعتقد أنها تريد تحسين على قطع مؤخرا في دول المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة